يكون شغل الناس الشاغل لأنها في إيد كل إنسان في دور كبير جدا صح إحنا كإعلام لازم نقوم بيه تجاه نقل التكنولوجيا جوا كل بيت قيمة استخدام التكنولوجيا جوا كل بيت وفي حياة الشباب لأن النمو الشخصي للشاب هو جزء من نمو الأسرة وجزء من نمو المجتمع كله وغالبا الشباب هم المحرك داخل كل أسرة هتلاقي كل أسرة جواها مجموعة من الشباب هم حتى اللي بيحفزوا الأمهات للتطوير بيحفزوا الأباء للتطوير ممكن صح تلاقي فيه صراعات بتحصل شوية تجاه التطوير لكن في الآخر ينتصر التطوير طالما ماشي في اتجاهه الصحيح الأول كان كل الناس زعلانة من النت وولادنا بيضيعوا على الوقت دلوقتي ما عندكش حل تاني للنت عشان كده التكنولوجيا قد تساهم في تقليل الفجوة بين الناس وبين الأجيال وتقلل الصراعات وتفض الاشتباكات وتدعم بقاء القيم النافعة الموروثة وتقضي على كتير جدا من القيم البلية والتكنولوجيا بتعمل كده وهتعمل كده ناس كتير بقى تقولك طب ما هي كمان بتخلق مشاكل جديدة طبعا طبعا ما في حاجة بتحصل إلا وبتحطي لك الاختيارات وهي دي معضلة الإنسان طول الوقت إن كل حاجة بتفتح لك أبواب للاختيارات وعليك أن تختار ثم تتحمل مسئولية هذا الاختيار